بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم ويوميات تاجر من كيرو الحقيقة تفعيل الحساب وتوصيق الحساب في شركات التمويل بيبقى رحلة صعبة جدا وخصوصا في البلاد التي لا تتمتع بإنترنت قوي مثل مصر يعني مصر ما عندهاش إنترنت قوي وبالتالي انت لما تعمل خطوات التحقق عاوز صبر وتولد بال يعني أنا النهاردة قلت إيه إحدى الشركات في شركتين مفروض أن أعمل معهم تحقق كده خلاص الحمد لله ربنا قرمني بالحساب ولازم أعمل بقى التحقق طب يا عم أنا كنت عملت قبل كده تحقق عندكم في حساب هو أنا كل مربح حساب لازم أعمل التحقق حاجة عجيبة جدا يا سيدي هي مرة واحد هو أنا هتغير فطبعا التحقق إما أنه يكون ببطاقة الهوية الوطنية أو يكون بجواز الصفر وبعض الشركات بتتيح مسألة رخصة القيادة أنا في الغالب بقول لا أنا خلاص هي جواز الصفر تمام لأن بطاقة الهوية بيقول لك صورها وشي وصورها طهر والكلام ده لا الأفضل خليها جواز الصفر لو أنت عندك لكن في شركات كتير بتعترف ببطاقة الهوية الوطنية العربية الحمد لله كان لنا دور مؤثر في هذا الشأن تمام لابد أن يكون عندك انترنت قوي تمام ولما تيجي تعمل عملية التحقق ديت اعملها عن طريق الهاتف ما تعملهاش عن طريق الكمبيوتر ليه؟ الكمبيوتر هتفضل بقى ترفع السور جواز الصفر ومش عارف إيه هتلاقي عمال يرفضها وانت مش عارف انت قاعد ممكن تقعد ساعتين ثلاثة هو عمال يرفض كل صورة انت بتصورها وانا حصلت لي كتير أقعد بقى أرفع جواز الصفر البطاقة رخصة القيادة مش عارف إيه وعمال يرفض يا عمي بترفض ليه؟ الصورة غير واضحة مش عارف إيه أي حاجة في أي حاجة فانت الأفضل اللي انت إيه تفتح القمرة تمام؟ تدخل على الموبايل وتفتح القمرة تمام؟ وتصور جواز الصفر أو تصور بطاقة الهوية الوطنية وخلاص وتتابع عن طريق الموبايل هو بيعطيك لينك كده تدخل على المتصفح تاخد اللينك ده وتدخل بيه على المتصفح اللي عندك فيه الهاتف الجوال تمام؟ وتعمل قابل وبس وخلاص وانتهى الأمر وتتابع مع مع الموقع تمام؟ طبعا أول حاجة خلاص التحقق من خلال البطاقة أو جواز الصفر والرخصة كده ما فيش أي مشكلة خلاص انت صورتهم ورفعتهم خلاص بعد كده هتظهلك بنت الكترونية تقول لك إيه؟ أومق برأسك هي دي بقى اللي هتغلبك شوية أومق برأسك وحرك رأسك رأسياً وحرك رأسك أفقياً وحرك رأسك بطريقة دائرية وإفتح فمك والله العظيم تقعد بقى كده أصوات الهاتف عمال تفتح فمك وتومق برأسك يميناً ويساراً وبطريقة دائرية وطبعاً الكلام ده كان بيسبب ليه حرج كبير جدر يعني ممكن يكون عندي مثلاً ديوف يعني أنا زوجتي خلاص وآدم خلاص هم عارفوا الحاجات اللي أنا بعملها حاجات غير منطقية بس خلاص هم تعودوا على مثل هذه التصرفات السوبيانية مندي مع شركات التنويل فخلاص هم عارفوا الكلام لكن لما يكون عندك ديوف وإنت بقى عمال تعمل قصادهم كده أعمال تفتح فمك وتومق برأسك وإن الناس تستغرب هم يقلوا بيعمل كده ليه والله العظيم فطبعاً يقلوا بإيه طيب وعشان تشرح له وتفاهمه إن ده لمجرد التحقق شركة التنويل عايزة تتحقق منك مش هيفهم الكلام ده عمره ما يفهم فالأفضل إن انت ما تفاهموش حاجة تمام طبعاً مرحلة صعبة جداً لكن إحنا مضطرين إليها وده على طول بيقولك التركات الموجودة في شركات التنويل تمام التحقق لابد من انترنت قوي وإنك تستخدم موبايل وليس كمبيوتر تمام انترنت قوي وموبايل هتلاقي الأمور مشت معك بشكل إن شاء الله منتاز كمبيوتر مش هيحصل تحقق مش هيحصل تمام ويغلبوك كتير ومش عارف يعني الشركات التنويل يعني يخترعون حاجة غير البنت اللي عمالة تقول أومق برأسك وحركة دائرية ويفتح فمك وحاجة صعبة حاجة بجد صعبة تمام يعني انت بتكون وصلت لمرحلة الزهق غير طبيعية في نهاية التحقق وفي نهاية القبر يقول لك إيه خلاص مبروك انت بقى هنراجع ونشوف الكلام ده من أحد المواقف اللي حصلتني في مسألة التحقق ديت كنت بعدت جواز الصفر فإحدى الشركات قالت لي لا احنا عايزين جواز صفر وأنت وأنت ممسكا به يقالت لي أنا ممسك بالجواز قالت لي لا عايزين نشوف صورتك مع صورة جواز الصفر قالوا ما فيش مشكلة فاتصورت وجواز الصفر فشافوا صورة جواز الصفر بدون اللحية وشافوا صورتي كنت وقتها بلحية تمام أطلقت اللحية فقالوا لا ده علي يوسف اللي موجود في جواز الصفر غير علي يوسف اللي ماسك جواز الصفر قلت لهم ليه لأ ده بليحية وده من غير اللحية فقلت لهم عادي يعني خبوا اخفوا اللحية هتلاقوا ليه هو هو نفس الشخص هو نفس يعني نفس الصورة قال لي لا لا كده في مشكلة عندك في التحقق لابد ان انت تحلق دقنك وتتصور تاني بالبصبور فبينهم بينكم يعني كانوا التحقق ده بعدي هيجي لي بقى الفلوس فقلت لأ ما بديهاش نحلق دقنك ما فيش مشكلة وحلقة اللحية بعد بقى حلقة اللحية قعدت البنت تشوفوا تدقق وكده قالت لي اه يعني الشبه متقارب قلت لي الشبه متقارب قالت لي اه الشبه متقارب فهنعديها يعني زي ما يقولي هنعديها فبعض الشركات بيكون متشدد متشدد في هذه المسائل لكن الحمد لله كثير من الشركات اصبح فيه تعاون اللي انت تقدر من خلال بطاقة الهوية الوطنية العربية ما فيش اي مشكلة اه وفيه بعض الشركات طبعا بيطلب اه كشف حساب بنكي اللي هو اثبات العنوان واثبات العنوان ده بيكون فيه مشاكل كتير مع ناس كتيرة تمام ممكن يكون عامل الحساب باسم والده اه فاحنا برضو كلمنا الشركات فقال لك ما فيش اي مشكلة اه يقول بس ان هو يثبت العلاقة ان ده والده وكان سؤال ساذج جدر يعني مثلا علي احمد يوسف فانا لما اجيب مثلا اه فطورة قهرباء باسم احمد يوسف والدي فتيجي تقول لي هات بقى ما يثبت ان هو والدك انا اسمي علي احمد يوسف وهو اسمه احمد يوسف اه فاجيب اه فاجيب لك ايه شهدت الميلاد يعني ما هو شهدت الميلاد بتقول ان هو اسم احمد يوسف وانا اسمي علي يعني انت عايز اثبات في ايه الاعلاقة خلاص بقى هي الاسم نفسه يعني اسمه كاملا موجود في اللي هو القهرباء واصالي القهرباء واسمي كاملا في جواز السفر او بطاقة تلوية الوطنية يعرفك ان انا ابنه فليه شهدت الميلاد عاوي شهدت الميلاد ليه فهم يعني برضو الامور الصعبة للغاية يعني زي برضو كان احدى الهيئات القضائية الحقيقة فكانوا طلبوا مني يعني ايه انا كنت بقدم فيها بالماجستير فطلبوا مني ايه بطلبوش طبعا انا قدمت كانت شهادة الليسانس وشهادة الماجستير وشهادات اخرى بقى اللي هي الشهادات للغاية الولية كلها فهب عجبهم الموضوع واحد حصل على شهادات كتير فقال لي ممكن بعد اذنك شهادة السنواء العامة فقلتوا شهادة السنواء العامة يعني واحد حاصل على كل هذه الشهادات هل المتخيل انه لم يحصل على شهادة السنواء العامة فهي حاجات بتكون صعب صعب اللي انت تفهمها لذلك ضع قاعدة نص بعينيك الحاجة اللي انت مش قادر تفهمها او صعبة عليك في الفهم او وفقا لقواعد المنطق اتركها جانبا يعني ما تفضلش تناقش فيها تمام؟ لان المناقشة في مثل هذه الامور هتاخد منك وقت وهتضيع وقتك على الفاضي شكرا جزيلا وبتوفيق ان شاء الله وكان احد الاخوة كان اقترح علينا اللي احنا نعمل بودكاست عن يوميات تاجر من كايرو وان شاء الله الفترة القادمة هنعمل بودكاست عن تاجر من كايرو بس هننظمها بقى يعني هتبقى حاجة باذن الله اعتقد ان هي هتكون سلسلة اكثر من رائعة لان اصدقاء كسرين حابين الموضوع ده حابين ان هو يحدث نوع من السرد ليه يوميات تاجر من كايرو والتجار بالشخصية للمتاجرين شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا